نروح لزاملنا فاروق صلاح من جنوب افريقيا نعرف اخبار فريق النادي الاهلي ايه يا فاروق ازايك برحب بيك كابر اسلام وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة التقناة النادي الاهلي في كل مكان طيب طمنا ايه الاخبار والدنيا عامل ايه ولازم يصل للفريق ان ان شاء الله عندنا مباراة مهمة جدا 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 مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور ومهما كانت الانتقادات ولكن عندنا مباراة مهمة جدا 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 يوم الجمعة اللي جاية الكل ينتظر اداء جيد الكل ينتظر فوز جيد الكل ينتظر اشياء كتيرة جدا يوم الجمعة اللي جاية ان شاء الله فاروق كابتل اسلام خليني اخد من كلامك واعتقد الكلام اللي حضرتك بتقوله اعتقد اخدها رسالة من مشجع النادي الاهلي اسلام الشاطر قبل ما يكون لعب النادي الاهلي دي الرسالة اللي يعني عايزين نتكلم فيها وناخدها في هذا الاطار وانا النهاردة يعني خليني مش اقولي ان انا فاروق مراسل قناة النادي الاهلي لا احنا بنتكلم بالسان جمهور النادي الاهلي اللي اكتر حاجة احنا بنعتز ونتشرف فيها هي الانتماء اللي كان كبير جدا زي كان النادي الاهلي طبع وكلام حضرتك احنا لازم نعترف ان احنا عندنا اخطاء بالزبط عندنا اخطاء ولازم بداية حل اي مشكلة هو تحديد الاخطاء وانا احنا نعترف ونواجه اخطاءنا وزي ما اتكلمنا يا كابتن اسلام اعتقد يعني الرسالة المهمة جدا اللي مهمة جدا من القاهرة اللي هنا في جنوب افريقيا الدعم عندنا مباراتين في غاية الاهمية مبارات القطن الكاميروني عندنا مبارات الهلال السوداني احنا محتاجين ان احنا نكسب اللقائين دون النظر ان شاء الله ما نبصش لاي او ننتظر تعثر باذن الله لكن احنا باذن الله عندنا تركيز ان احنا لازم نفوز باللقائين لقاء القطن الكاميروني اللي يعني خلاص اكد يعني انت حضرتك عارف والجميع لازم يبقى لامس هذا الامر حالة حزن جديدة جدا عند العبل للنادي الاهلي واحنا كابتن اسلام تعودنا واحنا متعودين خلال قناة النادي الاهلي عمرنا ما بنخلق مبرريات عمرنا ما بنخلق اي شيء خلينا اقولك اللي هنتكلم على درجة حرارة لان درجة الحرارة كانت 25 درجة مواية كانت افضل من افضل الاوقات في درجات الحرارة مش هتكلم ايضا على الجمهور لان في وجود 50 الف متفرج من جانب جماهير نادي ماميلودي سانداونز ما فيش ازازة ماء اتحدفت علينا منتهى الرقي منتهى الاحترام هنا التعامل مع بعثة النادي الاهلي خلال على مدار المباراة ايضا كان حكم رائع الحقيقة وادى دور رائع مع الفريقين الحقيقة في المباراة وبالتالي في تحكيم عادل وفي درجات حرارة مناسبة وفي جمهور متواجد ولكن في النهاية الرسالة التي يجب ان تصل ان احنا كلنا في ظهر فرقتنا اه زعلانين اه غطبانين اه عندنا غضب شديد جدا جدا والكلام اللي انا بقوله لك ده انت عارف انا ببقى قريب من كثير من جمهور الاهلي بيكلموني في التليفون انت عارف ان انا برد على اي تليفونات انا بقالي يومين من بعد المباراة وحتى لغاية من نص ساعة كل اللي بيكلمني بيقولي زعلان ومتدايق وبينتقد اداء فلان وبيعمل اداء علان ولكن بيقولي في الاخر حنقف ونساند وندعم اه فريق النادي الاهلي وبالتالي كلنا حنقف في ظهرهم عندنا يوم الجمعة مباراة في ظهر فرقتنا عندنا يوم الجمعة مباراة لا يمكن فيها التهاون ولا يمكن فيها التخازل ولا يمكن فيها اي شيء النتيجة دي بتاعت ربنا لكن الاداء يجب ان يكون على اعلى مستوى ولا سمحت يعني انا وصلت الكلام ده المعظم اللاعبين من خلال الفويس نوتس والواتساب لكن خليني برضو توصلهم ان كل جمهور النادي الاهلي منتظر منهم هذه البطولة ان شاء الله على رقم من نهاية مش في ايدينا ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام اللي جاي بالضبط يا كابتان اسلام هو ده وقت جمهور النادي الاهلي هو ده معدن جمهور النادي الاهلي احنا كلنا دلوقتي بندعم وبنساند فريق النادي الاهلي ورسالة الجماهير كلنا وكلنا بنوصل ده للعابين خلاص عندنا مباراة مهمة جدا مباراة القطن الكاميروني اللي تحضرنا ليها بدأ من النهاردة خلاص الفريق بيقفل صفحة ده الوقت اللي هقف عند هذه المباراة عندنا مباراة القطن الكاميروني اللي هي مباراة زي ما حضرتك اكدت مباراة في غاية الاهمية واحدة من المباراة المهمة في مشوار النادي الاهلي دورنا كلنا وكل افراد المنظومة الاهلوية بدأ من الجمهور مرورا بكل فرض داخل منظومة النادي الاهلي دعم ومساندة لكل لعاب النادي الاهلي طبعا كابتان اسلام مش اقولك ان حالة الحزن اللي شايفينها عند اللعابين وصلوهم لعيبة وصلوهم مشاعر جماهير النادي الاهلي وصلوهم حالة الحزن اللي عند جماهير النادي الاهلي تقد تقول يعني اجواء حزينة جدا العابة للنادي الاهلي لكن خلاص احنا بنركز في مباراة القطن الكاميروني النهاردة طبعا كان الفريق استأنف تدريباته على ملاعب جامعة بريتوريا صباحا مستر مارسل كولر كان المجموعة اللي شاركت فيه لقاء الامس يعني الى جانب تمرينات استشفائية الى جانب تمرين خفيف في الجيم اللي اللي شاركت فيه مباراة بالأمس الى جانب طبعا اللي مشاركتش فيها ان هذا المباراة بدأ مستر مارسل كولر التحضير لهذه المباراة عايزة اطمنك ان حسين الشحات بيشارك خلاص بصورة كاملة فيه التدريبات الجامعية لفريق النادي الاهلي بطمنك عليه ان شاء الله احسين الشحات واحد من الاوراق النادي الاهلي يستعيدها في هذه المباراة مباراة القطن الكاميروني طبعاً خالد عبدالفتاح يعني أيضاً كان جاهز خلال مباراة ماميلي دي ساندونز ولكن فضل الجهاز الفني وهي طبعاً بالتنسيق مع الجهاز الطبي أن يدي له فترة راحة أفضل وبالتالي ما دفعش به في مباراة القطن فريق مباراة ماميلي دي ساندونز لكن بأكد لجهازيته إلى مباراة القطن الكاميروني عمر السلاء طبعاً كلنا شايف شفناه في الوقت اللي شارك فيه أيضاً يعني بعد عودته من الإصابة أحمد عبدالقادر كل اللاعبين حمد عبد المنعم إن شاء الله غداً بإذن الله يكون فيه يعني تعمل اختبار طبي لتحديد مدى جهازية عبد المنعم لكن خلينا أكد لك أنه بإذن الله محمد عبد المنعم هيكون جاهز لي مباراة القطن الكاميروني بعسة هنا يا كابتن إسلام كله بيشتغل مع اللعيبة تحفيز خلاص مستر مارس الكولر يعني نتكلم بقى من الكواليس مستر مارس الكولر عقد جلسة منفردة مع أفراد الجهاز الفني المعاون بالكامل كلم في كتير جداً من الأمور وإزاي تجاوز هذه المرحلة وإزاي نبدأ نحضر لمباراة القطن الكاميروني على الجانب الآخر اللاعبين عقد اللاعبين يعني بالكابتن محمد الشناوي مع المعرام الربيع بكافة كباتن النادل آلي عقد وجلسة مع بعض طبعاً لتجاوز هذه المرحلة الجميع كابتن إسلام أنت تبص لعيون لعبة النادل آلي أعتقد الرسالة بتوصل هم أكيد كلهم تبعين الأجواء في مصر تبعين أكيد حالة الزعل والغضب اللي عنده جمهور النادل آلي لكن خلاص اتعهدوا على هدف واحد إن شاء الله أن نبدأ نصالح جمهور النادل آلي نبدأ أن نركز إن شاء الله أن نفوز في مباراة القطن الكاميروني أي 11 لاعب الغريب بقى أي هي الغريب العائية يعني يا فاروق ولكن اللي دايماً بنقوله أن هذا الفريق تقريباً معظم هذا الفريق هو اللي فاز بآخر بطلتين أفريقيا ووصل إلى نهائي دور أبطال أفريقيا ثلاث مرات فزنا باثنين وخسرنا المباراة النهائية في هذا الموسم وصلنا أن احنا خدنا تنين برون زي التعالم والمباراة الأخيرة في لامينجو كان مننا الممكن جداً أن احنا ناخد التالتة ولكن تشاء الظروف والطرد اللي حصل والكلام ده كله ولكن في النهاية هي هي تقريباً مجموعة اللاعبين هم هم محتاجين تعود لهم روح الفينيلا الحامرة محتاجين أن احنا نقول لهم كجمهور زعلانين وغطبانين ولكن حنفضل في ظهركوا وحنفضل نساندكوا لأنه هذه الفترة لا نريد أي انكسارات أخرى بالضبط يا كابتن إسلام يعني خلينا نقول كلمة من القلب احنا ملناش غير النادي الأهلي يعني أعتقد كلنا يعني كلنا في خلف وفي ظهر النادي الأهلي ملناش النادي الأهلي النادي الأهلي حاجة غالية جداً عندنا يا كابتن إسلام يعني أعتقد في كلام بيبقى طالع صعب منك بس يعني مش هتعرف تزوق الكلام قدام جمهور النادي الأهلي لأن جمهور النادي الأهلي أكيد عارف عارف قيمة دوره وعارف قيمة النادي الأهلي آه مش النادي الأهلي اللي يتغلب خمسة يا كابتن إسلام مش هنختلف في هذا الأمر ومش النادي الأهلي اللي يتغلب والنادي اللي إحنا مدينين للنادي الأهلي بالفضل إن إحنا عمرنا في يوم الأيام ما بنتقبل لزيمة يعني ولا إن إحنا نتقارن بفريق يتغلب سبعة أو ما عندناش الأمر دو النادي الأهلي لو إحنا مغلوبين 1-0 أو 2-0 بنبقى برضو زعلانين يا كابتن إسلام النادي الأهلي اللي في آخر ست سنين ووصل لخمس نهيات دورة أبطال إفريقيا وزعلان إن أنت في دور المجموعات خسران من فريق ماميلو دو سانداونس بالمناسبة رولاني مكوينة المدير الفني قالك ما كنت شحلم إن أنا حقق النتيجة على النادي الأهلي بغزين للنتيجة طبعا ما قالك ما كنت شحلم إن أنا أعمل النتيجة دي ولا اللعيبة كانت تحلم بهذا الأمر وبالنسبة لي مباراة النادي الأهلي كأن أنت بتبقى أو فائز ببطولة أو حاصل على بطولة أجواء تحضيري لمباراة الأهلي بالتحديد يعني خلينا أقول لك برضو كلام من رولاني مكوينة قالك مباراة الأهلي بالتحديد بالنسبة لي بتبقى أنا راح ألعب بطولة اللعيبة نفسها الأجواء استعدادة الجماهير الأمور كلها في جنوب أفريقيا بالنسبة للنادي الأهلي هو نهائي هي مباراة بطولة وأكد على لعبته والكلام ده أكد على اللعبين أنا عايز أكمل المباراة كلها بالفوز عايز أفوز في السودان وعايز أفوز على فريق القطن الكاميروني هنا طالب اللعيبة بنسيان كمان مباراة الأهلي قال إفرحه يعني هو قال اللعيبة بعد إنتاج المباراة النهاردة طبعا إداء اللعيبة أجازة واللعيبة تستمر في أفرحها لكن هيستعده طبعا لي مباراة الهلال السوداني اللي أكد فيها على اللعبين على ضرورة تحقيق الفوز في أزياء المباراة فبالنسبة له ما كانش يحلم وما فيش أي فرقة تحلم من ناتها نتيجة على النادي الأهلي ولكن احنا خلاص بنيفل هذه الصفحة دينا مباراة مهمة جدا أنا عايز أقول لك برضو خبر من الأخبار يعني اللي جاي لنا من الكاميرون إدارة نادي القطن الكاميروني هتفتح أبواب الأستاذ للجماهير مجانا تحاول أن تقرر نفس فكرة فريق ماميل دي ساندونز وتفتح الأبواب الأستاذ للجماهير يا كابتن إسلام قيمة النادي الأهلي اسم النادي الأهلي أنك بتلعب مع النادي الأهلي دي حاجة كبيرة قوي فما بالك أنك تفوز على النادي الأهلي تقد حاجة بتبقى كبيرة جدا بالنسبة له احنا قمة الحزن وقمة الزعل اللي احنا فيه ولا هنقدر نداري ده يا كابتن إسلام ولا هنقدر نخبيه وزي ما حضرتك قلت يا كابتن إسلام دورنا كلنا أن احنا ندعم نساند اللاعبين أفراد الجاز الفني كل فرد أي فرد داخل عليه على التشيرت بتاعه وشعار النادي الأهلي هو لي مننا كل المساندة وكل الدعم كل ده في خدمة النادي الأهلي وخدمة كيان النادي الأهلي إن شاء الله خلاص هنقف المباراة ماميلي دي ساندونز بحلوة بموراب كل تفاصيلة مباراة القطن الكاميروني مستر مارسل كولر بدأ يحضر من دلوقتي عقد طبعا زي ما قلت لحضرتك الجلسة إن شاء الله تستمر يبدأ استعدادته من غدا بإذن الله كمان وتستمر الاستعدادات بي البرنامج الاستشفائي اللي وضعه المطول معه طبعا اللي بالتنسيم على الجهاز الطبي للعبين والفرقة بالكامل والتحضير لمباراة القطن الكاميروني يتفرج على مباراة القطن الكاميروني ويبدأ ليحضر لهذه المباراة مباراة ما عندكش أي حلول تانية أنت لازم تكسب مباراة أنت تلت نقاط مهمين جدا ومش تلت نقاطه فقط ده تلت نقاط وأداء ونتيجة بإذن الله ده اللي احنا هنبقى منتظرين ومستنيين ومن لها بالنادي الأهلي في هذه المباراة يا كابتن اسلام أتمنى إن شاء الله أن الأمور كلها تسير وأن كل هذه الردود الأفعال الغاضبة وكل الانتقادات بتصل إلى كل جمهور النادي الأهلي سريعا يا فاروق لو سمحت اشرح لنا بكرة الدنيا هتبقى ماشية إزاي مع النادي الأهلي يعني خلينا يبقى اليوم الاعتياد يا كابتن اسلام للعبين غدا بإذن الله تبقى وجبة الفطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم تبقى فيه جلسة مستر مارسل كولر مع اللعبين فيه جانب استشفائي طبعا هيتم للعبين إن شاء الله يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك إن فيه برنامج استشفائي طبعا لعلاج حالة الإجهاد والإرهاق اللي بيعاني منها اللعبين فمستر مارسل كولر عقد طبعا برنامج استشفائي مع الدكتور أحمد أبو عابل رئيس الجهاز الطبي طبعا بدأ تنفيذه من اليوم ثم غدا بمشيئة الله ثم طبعا هيكون الجوانب الطبعا التكتكية والتدريبية للفريق النادي الأهلي وأيضا فيه محاضرة بالفيديو إن شاء الله تكون في تمام الساعة السابعة والنصف غدا بمشيئة الله إن شاء الله يعني نقول صفحة وتقفلت إن شاء الله التركيز في مبارات القطن الكاميرون يا كابتن إسلام ثلاث نقاط لعابة النادي الأهلي قادرين إن هم يحققوا الفوز على فريق القطن في ملعبه إن شاء الله قادرين على إن هم نقول ولو بداية مصالحة مع جماهير للنادي الأهلي وخليني أكد عليها فعلا لازم تكون بداية مصالحة مع جماهير للنادي الأهلي جيل دا ما فرحنا مستنيين منهم كتير هو الأهل اللي عودنا على كده وطمحنا مع الفريق واللعيبة والجيل الموجود على كده إن شاء الله يا كابتن إسلام تنتهي من مبارات القطن الكاميروني ثم يعني نبدأ بقى للتحضير والاستعداد للمواجهات القادمة بإذن الله الصفح يكون أمتى إن شاء الله بإذن الله كابتن إسلام الفريق هيتمرن يوم للأربع صباحا بإذن الله ثم هيكون التوجه إن شاء الله إلى الكاميرون في تمام الساعة الثانية زهرا بإذن الله يعني عقب التدريبة يبقى التحرك إن شاء الله من بريتوريا لجونيس بيرج يعني تقدر تقول مسافة الطائرة تكون 40 إلى 45 ديئة ثم استقلال الطائرة والتوجه إلى الكاميرون رحلة طيرانة تكون ما بين أربع ساعات لأربع ساعات ونصف يكون الوصول طبعا للكاميرون ويبدأ طبعا التحضير مستر مارسل كولر طبعا لمباراة القطن الكاميروني طبعا هناك في الكاميرون طبعا هاي الفريق زي ما قلنا هاي قد تدريب هنا في جنوب أفريقيا قبل التحرك والتوجه إلى الكاميرون ثم هيكون هناك تدريب إن شاء الله يوم الخميس قبل المباراة وزي ما حضرتك عارف إن المباراة يوم الجمعة إن شاء الله يكون في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة إن شاء الله في الكاميرون بإذن الله أنا بشكرك جدا فاروق على وجودك معنا شكرا جزيلا لزاملنا فاروق صلاح من بريتوريا